أنا كنت عايز أكلمك في المقارنة اللي أنت عملتها يعني أنا لعبت موسم في النادي الأهلي أخدت ثلاث بطولات من يعني كابتن زيزو لعيب كبيرة على فكرة لعيب كويس يعني أنا بحبه وهو لعيب كويس لكن أنا ما عجبنيش في الفقرة دية أن أنت اسمك إبراهيم سعيد يعني لا 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 بصة كابت إبراهيم أنا فاهم أعظم بس يخط بالك يات دلوقتي يبقى تماشى السوشال ميديا وخط بالك واحد يبقى موجود اللي بيدي خبر ده ده يعني اللي بيقارن حد ده عايز يستفزك يا إما حد نقص أولا زيزو لعيب كبير ولعيب كويس كابتن إبراهيم سعيد لا تاريخ يعني أخذ بالك هي بقت نغمة ما هي نغمة هو بيستفزك لا هي بقت نغمة مترددة مش واحد بس ده هي بقت متدولة هو زيزو لعيب كبير ولعيب كويس وإضافة كبيرة لنادي الزمالك وإضافة لمنتخب مصر لكن إبراهيم سعيد ما ينفعش إنت حط نفسك في لفل أعلى أو ما تردش يعني كبر دماغك ما مش موضوع كده أنا شايفة أن هي نغمة فطبيعي برضو حقي لأن أنا برضو تعبت ووسلين إنت كابتن إبراهيم تاريخك معروف وإنت يعني لو شغلنا أي فيديو إنت كنت تلعب ديفندر كنت تلعب ليبرو كنت تقدر تلعب مساك تلعب باكرايت عندك ما عندك حارس المرمو تلعب مهني ما فيه لا أنت عندك وعندك الحاسة التهديف لا وكان عندك أنت كنت أي مدير فني بيحب اللعيب اللي يلعب في كذا مكان لأن أنت ممكن تحلله ثلاث أربع مراكز في الملعب ديفندر مصاب ممكن تلعب مساك مصاب ممكن تلعب فما ينفعش هنا فيه ظلم في المقارن زيزو العيب كويس تبقوا لهم بقى أنا من خلالك برضو بوصل إحنا عايزين نرجع كابتن إبراهيم لفترة الكابتن حسن شحاتة لما كان لامم جمهور الأهل والزمالك في 2006 شوف منتخب مصر كان كابتن إبراهيم أنت عملت مقدمة النهاردة عجبتني قوي نصحتك للاعبة الأهلي ونصحتك للاعبة الزمالك أنت كنت بتعمل إيه في المطش وتشجع زميلك وخلي بالك وكنت بتنبه الناس الحتة دي مش موجودة دلوقتي يعني موجودة في النادي الأهلي بشكل بسيط ومش موجودة في نادي الزمالك اللي هي حتة القائد في النادي الأهلي أو منتخب مصر الحداشر لعب كلهم قائد يعني كلهم كابتن فرق فدي بتفرق ودي اللي احنا مفتقدينها دلوقتي سواء في منتخب مصر أو في الأندي معظم اللعيبة صغيرة معظم اللعيبة الدولة كلها اللعيبة صغيرة فحتة الخبرة مش موجودة عنده فدي بتفرق بشكرك والله فعلا لأن هم داخلين على مطشين صعبين جدا بالنسبة للأهلي ومنتخب زمالك وممكن الكلام ده محدش بيقوله في الفرق يعني ممكن تلعيه محدش بيتكلم لأن أنا سمعته سمعته لما كنت في النادي الأهلي سمعته لما كنت معكم منضم في منتخب مصر لا ناس كبيرة حولي بتحضر كويس بتقعد قبل المطش في غرفة كابتن الفرقة بيتكلموا عن المطش وانتوا في المطش هو شغال حتى أنا برضو كنت بعمل دوانة في غازل المحل هي تعود على فكرة ما شاء الله موظم الجيل بتاعنا حتى اللي كان موجودة عنده ما شاء الله كنت انت موجود في غازل المحل كنت بنعملك حساب وانا الجمعة بعدين بسنة بسنة أنا تعلمت داما لما بتشوف قائد تعلمني لازم تتعلم منه انت بتاخد الخبرات بتاعتي صح دي حيث فالحاجات ديت مش موجودة دلوقتي فبصراحة هاي السوشال ميديا خلاص بقى كل دولات يعتمد على السوشال ميديا بس ما هو السوشال ميديا للأسف للأسف هي كويسة ووحشة يعني في السوشال ميديا دلوقتي اي حد يطلع يقول اي كلمتين ويطلع يقول اي كلام ويستفز الناس ويقول تصريحي فيه ناس غلابة بتمشي وراك كلام احنا اللي بوز الكرة في مصر ايه او اللي ضعف المنتخب مصر هسألك سؤال يعني انت دولاتي لو حد جي مثلا طبيعي ان انت هتزعل لو حد جي مثلا تاريخك اللي انت عملته مع المحلة هجيبلك في المحلة او مع الا محدش ذكر ان انت عملت مثلا خدت بطولة مع المحلة او مثلا تعلقت مع المحلة مش بتزعل بزعل طبعا طبيعي ان انت تزعل طبيعي ان انت يعني انا لما بيبقى فيه مثلا مقارنة في الصفحة بتاع نادي غز المحلة افضل اللعيبة اللي جات نادي غز المحلة وملاقيش اسمي بزعل لان انا انا حاسس ان انا قديت ويمكن في انا لعبت سنتين في غز المحلة انا يمكن من افضل تمن مهاجمين دخلوا نادي غز المحلة وفي اسامة جبيرة او كرامي عمازيز لا كان فيه كابتن فيه كابتن عماشو طبعا لان هو لعب سنين اكتر فهو يعتبر الهدف التاريخي لغز المحلة يمكن الكابتن شاوي غريب انا جايب 29 جون وهو جايب 29 جون لغز المحلة انا ما عرفش هما لعبوا كام سنة في غز المحلة ودي فرقت معايا لان هما برضو الحاجات دي بتفرق ان انت اسمك ما يبقاش محطوط لا بتزعل او ان مثلا النادي الاهلي لما يبعت لك او نادي المحلة لو فيه حاجة وما يبعت لك بتزعل ان انت لا انت قديت للمكان ده واخلصت للمكان ده فحقك ان انت تاخدو يعني او نادي المحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شكرا